المغرب يواصل استقطاب المزيد من الشركات الدولية المتخصصة في صناعة السيارة أفاد مكتب الصرف المغربي بأن مبيعات قطاع السيارات بلغت 111.28 مليار درهم أزيد من 10 ملايير دولار برسم سنة 2022 بارتفاع بنسبة 33% مقارنة بسنة 2021 وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم سنة 2022 أن هذا الارتفاع هم مبيعات قطاع البناء زائد 40% ومبيعات قطاع الكابلات زائد 28.9% وبدرجة أقل مبيعات الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد زائد 3.7% وأضاف المصدر ذاته أن قطاع السيارات احتل المرتبة الثانية كأفضل قطاع تصدير برسم سنة 2022 بعد قطاع الفصفات ومشتقاته وسجلت صادرات مجموعة رون المغربي مثلا ارتفاعا مهما خلال سنة 2022 حيث تمكنت من إنتاج 305 ألف سيارة وتصدير 86% منها إلى 71 بلدا بالرغم من التداعيات السلبية على الاقتصاد المغربي نتيجة وباء كورونا والأزمات الاقتصادية المرتبطة بالعالم وكانت مجموعة رون المغربي أعلنت قبل يومين أن الإنتاج خلال سنة 2022 تجاوز ما تم إنتاجه من السيارات في مصنعها بطنجة والدار البيضاء في سنة 2021 بأكثر من 90 ألف سيارة حيث كان الإنتاج المسجل في ذلك العام هو 204 ألف سيارة فقط وتم تصدير منها نسبة 84% منها وتشير أرقام الإنتاج والتصدير أن مجموعة رون المغربي تواصل التعافي من التداعيات السلبية على الاقتصاد المغربي ويشمل هذا التعافي حتى مبيعات المجموعة الموجهة إلى السوق المحلي حيث استحوذت رون على نسبة 40% من مبيعات السيارات داخل البلاد ويطوق أن تكون السنة الجارية أي 2023 هي سنة استثنائية لتسجيل تحول مرتقب في صناعة السيارات من طرف مجموعة رون في المملكة المغربية حيث تطمح إلى صناعة أول سيارة كهربائية بمصمعها المتواجد بمدينة طنجة وستكون هذه السيارة تشتغل بنظام كهربائي بنسبة 100% ويواصل المغرب استقطاب الشركات الدولية المتخصصة في صناعة وإنتاج السيارات الكهربائية حيث أعلنت مؤخراً شركة صينية تصنع السيارة الكهربائية الحاملة للعلامة التجارية XAV عن عزمها افتتاح وحدة صناعية لها بالمملكة المغربية لبدء إنتاج هذه السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية ترجمة نانسي قنقر